موسيقى طيب نقرأ التلمذي صلاة ابن ماجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه قال الامام ابن ماجة رحمه الله كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد التمافسي ومن الثقات الاسبات روى له الجماعة قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الضرير هو من اذبة الناس او صحي الناس كتابا في الاعمى الشيط طلب في غيره وقد صحى اسناد هذا الحديث قال عن عبيد الله ابن عمر عبيد ابن عمر المصغر ثقة روى له الجماعة قال عن نافع نافع مولى ابن عمر اذبة الناس في ابن عمر او من اذبة الناس في ابن عمر قد روى له الجماعة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر من العبدال الاربعة من السبع المكسرين عن النبي الامين كان اثريا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس سلاثة اسهم للفرس سهمان وللرجل سهمان وللرجل سهمان علام هنا علام للتمليك علام هنا علام للتمليك في قوله اسهم يوم الخيبر للفارس للفارس هذا للتمليك وللفرس هل يصح ان تكون على مستوى واحد للتمليك السؤال لكم هنا قال قال للفارس ثلاثة اسهم للفارس اللام كما قال الله الرجل في علام ولكم نص ما ترك ازهاركم ان لم يكن لهن ولد لكم اللام للتمليك قال وللفرس سهمان اللام هذه سببت خلافا فقهية اللام هذه سببت خلافا فقهية الفارس لا يملك ممتاز يبقى ماشي طب اذا فصل اللام بقى استاذ نعيم عباش واندس قلنا الاولى للتمليك طب الثانية اين عمضة اللغة العربية هو طبعا جهات قلب التقدير لمالك الفارس هذا صحيح يعني اللام تعتبر سبب سبب اللام هنا سببية اللام هنا سببية ممتاز عباش واندس اتى بها وجهات ايضا اتى بها لكنها على 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 وفق النظر على وفق الفهم طيب هنا ادي المسألة مسألة الغنيمة والغنائم تعلمون اولا بان هنا تقسيم الغنائم والاعطاء في خسمة الغنيمة اولا الغنائم من فضيلة من تفضيل الله لهذه الأمة على الأم السابقة انه حل لهم الغنائم وكانت لم تحل للأم السابقة وقد سردنا قبل ذلك في قصة يوشع بن نون رضي الله عنه علي وعنبينا افضل الصلاة والسكرة التسليمات بانه لما اوقف الله له الشمس فهو يعني كان من دأبهم يأخذون الغنائم وتأتي نار من السماء فتأكلها يكون علامة على قبول هذه القرابين التي يقدمونها وفي ذات مرة دخلت النار فلم تأكل فقال فيكم الغلول الغرض المقصود بان الغنائم ما كانت تحل لهم قال النبي رأى الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم رأى الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن هذا من تفضيل الله لهذه الأمة قال فضلت على الأنبياء بست قال وأحلت لها الغنائم يعني ما كانت تحل لهم وأحلت لنا الغنائم قال فضلت على الأنبياء بست قال وأحلت لنا الغنائم هذه الأولى والأمر الثاني الغنائم اختلف الصحابة الكرام في تقسيم وتوزيع الغنائم اختلفوا فلما اختشوا انظر هنا الخلاف والسبب الخلاف ماذا يفعل والنزاع ماذا يفعل والاختلاف يؤدي إلى تآكل الأمة ولذلك قال الله رجالة فعلها ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب لحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما دعا ربه رجالة فعلها وقال لتصالت عليهم عدوه من غيرهم فيستباح بيضاتهم بيّن النبي أنه استباح بعضهم بعضا فصلت الله عليه مع عدوه من غيرهم فاستباح بيضاتهم فهنا لما اختلفوا في تقسيم الغنائم تولى الله تقسيمها قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فتولى الله تقسيم الغنائم وهنا في تقسيم الغنائم قسم النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارسي ثلاثة أسهم يعني للفارسي الذي يرقى بالخير لنحن عندك في الجيش بيكون الفرسان والرجالة والرجالة الفرسان هم الذين يركبون الخير وكان في بادر ما فيه إلا الزباير المغداد بن أسعد أعتقد فقط والباقي رجالة على أرجولهم فهنا للفرسان قال قال للفارسي ثلاثة أسهم يعني الفارس الفارس وما يركب ثلاثة أسهم الفارس وما يركب ثلاثة أسهم فجعل للفارسي سهمان وللرجل سهم جعل للفارسي سهمان وللرجل سهم وهذا الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم جعل للفارسي سهمين وجعل للرجل سهما واحدا قال به الجمير مالك والشافع وأحمد قالوا بذلك وخالف أبو حنيفة خلاف الصحبين خالف أبو حنيفة أسف خالف أبو حنيفة وقال للفارس سهم وللفرس سهم أبو حنيفة خالف الجمهور وقال للفارس سهم وللفرس سهم وعنده في ذلك قواعد أصولية مع استدلال نظري القواعد أصولية عنده لأن حديث ابن عمر جاء مختلفا يعني جاء مختلفا ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أسهم للفرس جعل للفرس سهمين وجعل للفرس للرجل سهما واحدا وجاء عنه أن للفرس سهم وأن الرجل سهم فخالف الراوي ما روى وعندهم قاعدة تقول أن إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى لأنهم يقولون اجتهاده يقدم ولأن في اجتهاده أنه اجتهد ولعله كان عنده الناسخ ولم يظهره لنا أو للحديث تأويل فنأخذ باجتهاده لنأخذ برواياته عجيب هذا والله أفقال الله لنفعلها وما أتاكم اجتهاد الصحابة فاخذوه قال وما أتاكم الرسول فاخذوه وما أتاكم عنه فانتهو بل نقول قد نسي الحديث اجتهد فأقطع اجتهد فأقطع ونسي الحديث والنسيان يعتري كل حافظ الحفظ خوان والصحابة قد يغيب عنهم كثير من الحديث وقد يعني ينسى كل واحد منهم ذلك هي قالت عائشة لما قالوا لها أن عمر مخطاب يقول بأن الله يعذب المائد ببكاء أهلي قالت تحدثوني عن صادق ومصدوق ومصدق لكن الوهم يدرك الإنسان الحفظ خوان ولذلكم أيضا استدلوا على مسألة غسل ولوغ الكلب بمرة مرتين بثلاث بأن أبو رايلة أفتى بذلك فأبو رايلة يغسله سبعا قالوا إذا خلف الراوي مرة فالعبرة بمرة والحديث العبرة طعيف لكنها قادة عمموها في هذا الباب وهذا من ضعف مذهبهم يعني هذه أيضا فيها دلالة على ضعف مذهبهم في هذا الباب من ضعف مذهبهم في هذا الباب فهذا الدليل عندهم في التأصيل في هذا الباب أن الراوي خلف مرة فالعمل بمرأة لا بمرأة طبعا علماءنا يقولون الجماهير من العسليين من الإمة الثلاثة يقولون إذا خالف الروا ما روى فالعبرة بما روى لبما رأى قال الله تعالى وما أتكم الرسول فاخذوا منكم عنه فانتهوا ومن أدلة التي استداد بها الأحناف نظرا قالوا كيف يكون للفرس كيف للفرس سهمان وللرجل الذي قاتل ونافح عن الرايا وقتل وأعمل القتل في الكفار سهم واحد ضاق النظر عند أبي حنيفة في هذا الباب رحمه الله وهو من عالم جليل النبيل من أفقه الناس لكن سبحان الله حكم الله له حكم في شؤون وشؤون في عباده لترى أن الكمالات لا تكون لأحد من عباد الله ما أحد بلغ المنتهى في الكمال الكمال لله وحده سبحانه وجل في علاه فعن نقول أصالة هو فرس من هو فرس هذا الفارس الذي أخذ السهم إذن السهمان يعودان على من الفارس السهمان يعودان على الفارس أما أن يقول بأنه فضل العجموات على على الفارس قلنا التفضيل هنا لشدة المؤنى التفضيل هنا لشدة المؤنى تفضلوا التفضيل هنا لشدة المؤنى والنفقة وللنفقة وله بذلك الأجر التام فيكون هنا عندنا التقسيم الغديم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال به تصريحا بأن النبي قد جعل للفارس سهما وجعل للفرس سهميني والكل ينصب في حق الفارس ولكن لأن شدة النفقة وكسرة النفقة على الخير والاهتمام بالخير وهذا فيها أيضا فاعدة نظرية أخرى وهو عظيم الاهتمام بالخير لذلك النبي ماذا قال قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيام الخير وعلى ترغيب ترغيب لترويد الفرس ولذلك قال كل له باطل إلا تدريب الرجل فرسه وطبعا الأحديث الثلاث فالغرض المقصود فهذه أيضا فيها فائدة وحكمة نظرية وهي الاهتمام بالخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إذن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح الصواب وأما قول أحناف ففيه ضعف قول الأحناف ففيه ضعف شديد وأيضا التقعيد العام والتأصير العام عندهم في الأخذ بما رأى دون بما رأى فهذا إضعاف لمذهبهم في هذا الباب وإلا فنحن ندور مع الدليل حيث دار ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفهاتا بين الرسول بين قول فقيه نعم الفوائد المستنبطة النظر المقاصدية في العطايا شوف نظر للمؤونة ازداد العطا ولذلك هو أعطى المؤلفة حتى حجب العطاء للأنصار في حنين أعطى أعطى الذين أقواما كان يريد أن يتألفهم على الإسلام من صندوق قريش ولما بينا ذلك للأنصار بكوا قال ألا ترضون أن يذهبوا بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله قال لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار ما سلك الأنصار واديا ولا شعبا إلا سكت وادي الأنصار وشعب الأنصار وكلهم يبكون في ذلك نظر المصحية في العطايا فضل هذه الأمة على الأمم السابقة بأن الله أحل لهم الغنائم فضل الخيل هذه الفائدة الثلاثة فضل الخيل دعم إذن هذا الباب الحمد لله ختمنا فلو فيه أسئلة فالضر أريد أن أشكر علنا هذه القناة قد تهل السن والجماعة نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم ونسأل الله للفعلاء أن يجعل ذلك بركة لنا ولهم وأن يجعل ذلك في موازين حسنات بكل حرف يكون لهم حسنة من المجهود الضاني الذي قد قاموا به وجمعوا المحاضرات وجمعوا أيضا البرامج بأسرها في مكان واحد نسأل الله للفعلاء أن يشكر لهم أنا أعجز عن الشكر ما عندي إلا ما قاله النبي وهذا هو أعظم ما يكون شكرا جزاكم الله خيرا وأوكل الشكر لله للفعلاء على حسن الصنيع وأيضا الفضل العميم الذي قد فعلوه لنشر المحاضرات بين طلبة العلم الله يشكر لهم الله يشكر لهم الله يشكر لهم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ليحسا esp 삶 صفتح